هذا المنتج هو منتج اللوز اللوز القطيفي هذا طبعا هو أشكال مختلفة وألوان مختلفة كمان ولاحظ شوف الفرق يعني حجم هذه مثلا الكبير اللوز وحجم الحبة الثانية الصغيرة البلدي هناك أنواع كثيرة بالتالي نتحدث عن موسم اللوز هذه الأيام تعتبر من المواسم اللي تزدهر فيها بعض الفواكه الصيفية في محافظة القطيف من ضمنها هذه الفاكهة اللي تعتبر فاكهة محبة لدى جميع الأعمار الكبير والصغير يفضل هذه الفاكهة وعلى فكرة تعتبر سعرها مقارنة بالفواكه الأخرى مرتفع دائما هذه متسيدة يعني اللوز إذن خلينا نتحدث أكثر مع السيد ماجد الشاخوري وهو أحد المزارعين في بلدة التوبي ولديه في هذه المزرعة تقريبا نحو 100 شجرة اللوز رح نتحدث بشكل أكبر عن هذا المنتج يعني سيد ماجد تكلمني شوي عن موسم اللوز متى يبدأ ومتى ينتهي مرحبا فيك يبتدي من شهر خمسة بالميلادي وينتهي شهر عشرة ميلادي ستة أشهر موسم اللوز في الصيح هل يكون دائما فترة الموسم يكون دائما مزدهر يعني فيه انتاج كبير نعم فيه كثير أبرز الأنواع اللي موجودة في محافظة القطيف اللوز اللي موجودة وش الأنواع الأنواع الموجودة أولا يستوي شهر خمسة الحبان وهو نوعين أحمر وأصفر وبعدها يجي البلدي وبعدها يجي اللوز الأبيض هذا الآن هذا يعني سيد ماجد هذا اللوز وش اسمه بالضبط هذا ما شاء الله حجمه كبير تقريبا مثل حبة الكمثرة يمكن تقريبا اللوز إماراتي يسموه هنا في البلد هو من بره أخضر ومن داخل أبيض يختلف عن اللوز المحلي نعم اللوز المحلي من بره أحمر ومن داخل أحمر أو يجي أصفر ومن داخل أحمر نعم الإقبال طيب هذا مثلا الآن تقتلي بأنه هذا النوع هو الحبة هذه الصغيرة هذه قلتلي بأنه لوز بلدي صح؟ وش الميزة فيه وش اللي ميزة؟ في الطعم لذيذ وله رائحة خنينة الناس وش اللي تفضل في القطيف تحديدا يأكلوا الأنواع المختلفة وش أفضل نوع محبب عند الجميع؟ البلدي اللي هو الأحمر له رائحة خنينة ويفضلوا هذا صح هذا المفضل طيب الأسعار الآن أنا قلت قبل شوي بأنه الأسعار أسعار اللوز دائما بما أني عايش في القطيف يعني هذه فاكهة محببة أشوف سعرها دائما مرتفع ليش؟ مرتفع لين وصل الانتاج للسوق يجوا أهل مدينة الأحسى ويجوا من دولة البحرين يشتروا ويجوا تجار القطيف من كده يرتفع سعرهم وفي هنا في المنطقة عليها إقبال يعني في إقبال بعد من البحرين من الأحسان من بعض المناطق القريبة يجوا يأخذوا يجوا يأخذوا وبيعوا في بلدهم أغلى سعر ممكن يوصل منتج اللوز كم تقريبا؟ 65-60-50 هذا تقريب الكيلو تقريبا؟ لا أصبح المزارعين بالصندوق التجار بالكيلو يعني بالكيلو كم تقريبا يوصل؟ بالكيلو عندهم يوصل 15-20 إذن عبدالإله هذا هو يعني تقريبا أقدر أقول بأنه أغلى المنتجات أو منتجات الفواكه في القطيف المنتجات الموسمية هو اللوز وهناك منتجات طبعا ثانية موجودة الآن في هذه الفترة التين وما يعرف أيضا بالكعاك وغيرها من الفواكه الموسمية التي تنتج محليا وعدها إقبال كبير هذا المنتج كذلك يزرع في المنازل يعني من شدة حب الناس لهذا اللوز حتى في المنازل بعض المنازل بإمكانهم أن يزرعوا واستمتعوا بهذا الشي الجميل بمذاقه الرائع أكيد ما شاء الله تبارك الله الله يزيد الخير شكرا جزيلا لك على هذه التغطية يا محمد الحمادي يومك سعيد يا محمد